موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان ما زلنا في كفر نحوم في هذه المنطقة الجميلة وسط البساتين الرائعة على ضفاف بحيرة طبرية هذه المنطقة من كفر نحوم هي تابعة للجريك أورتودوكس الروم الأورتودوكس وهذه الكنيسة طبعا بنيت تخليدا كما يسمونها كنيسة 12 رسول 12 رسول أو تلميذ المسيح اللي كانوا مع يسوع المسيح حول بحيرة طبرية والاسم الآخر لهذه الكنيسة كنيسة معجزة شفاء المفلوج بأمن أنه في هذا المنطقة حدثت المعجزة شفاء المفلوج موجود في بشارة مرقص صاحة 2 جاءوا أربعة دلوا مفلوج من السقف أمام يسوع غفر خطياء وشفاء من المرض عاوز أتكلم عن تعاليم يسوع طبعا هو علم في منطقة مش بعيدة جبل التطويبات العزة على الجبل ويعتبر يسوع المسيح أعظم معلم في التاريخ وأكثر شخصية أثرت في التاريخ أيضا من خلال تعليمه وحياته أخلاقياته طبعا موته وصلبه أيضا تعليم المسيح حدثت في كل هذه المنطقة اللي عبرت عن شخصية يسوع المسيح الفذة الفريدة هذه التعليم أظهرت لهوت يسوع المسيح لأنه لم يتكلم إنسان قط مثل هذا كما تقول كلمة الرب وأيضا تعليم يسوع المسيح ووصيا أعطت حياة أبدية أتذكر كلام الرسول بطرس عندما قال ليسوع المسيح إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك كان يعلم بسلطان شيء آخر تعليم يسوع المسيح كانت تتميم للنبوات كما هو مكتوب بالأنبياء عن هذه الأيام متعلمين من الله أو كما قال نيكوديموس رئيس اليهود جئت معلما من الله فواحد من ألقاب المسيح كانوا دايما بنادوا عليه يا معلم وعندما جاء شخص إلى يسوع المسيح قال له أيها المعلم الصالح قال يسوع كلامي روح وحياة فيه مذخر جميع كنوز الحكمة والعلم شريعة المسيح شريعة عجيبة جدا فمثلا في العزة على الجبل قال قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني أو لا تقتل أو عن الصوم أو الصلاة ولكنه قال أما أنا فأقول لكم بيتكلم عن السلطان وهنا لم يأتي لينقد ولكن ليعطي بعد روحي للشريعة شريعة المسيح تفسير أعمق روحي في القلب والكيان فإنه لا يتكلم عن المظاهر الدينية الخارجية لكنه يتكلم عن عمل الروح القدس من خلال كلمة الله في الحياة والكيان التي تؤثر والتي تغير أيضا الحياة والكيان كما قال الرسول يعقوب مولودين بكلمة الحق مولودين كما قال بطرس الرسول من زرع لا يفنى مولودين بكلمة الرب تعليم يسوع المسيح متميزة وكثيرة جدا هذه التعليم أعطت الناس حرية داخلية تعليم يسوع المسيح لم يكن أعباء على كاهل الناس لكنه قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نير هي وحمل خفيف تعليم المسيح كان يقود إلى الحرية وتعرفون الحق والحق يحرركم فإذن يسوع المسيح هو كمال الحكمة كمال النعمة وهو أيضا كمال المعرفة في شخص يسوع نحن نتعلم ليس فقط من كلامه لكننا نتعلم من حياته أيضا علم عن المحبة علم عن الحرية علم عن التواضع علم القانون الذهب هكذا وعلم وعلم وهذه التعليم موجودة في كلمة الله في البشائر في الإنجيل المقدس فإذن أحبائي شخصية يسوع فريدة بغض النظر من أي ناحية بنتكلم عنه ولادته عجيبة فريدة ولد من عذراء حياته عجيبة عاش حياة أخلاقية كاملة عاش حياة بدون خطية كل الأنبياء كل البشر أخطأوا واستغفروا ربهم إلا يسوع المسيح لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية لم يفعل خطية فهذا الكمال هو موجود في شخص يسوع المسيح كل شيء متميز معجزاته خارقة ومتميزة تعليمه فريدة بسلطان خرجت كلمات النعمة من شفتي قصة الفداء والتضحية إنه المسيح مات على الصليب وقام من الأموات فنحن مش بس منركز على تعليم المسيح مع إنه تعليم المسيح بتقودنا للحياة الأبدية ولكن شخص المسيح المسيحي بتتمحور حول شخص الذي يغير ويبرر ويعطي الحياة الأبدية